موجز الأخبار من المحور أهلا بكم تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسنت كاترين وقال سفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع اتصاقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجل فيها ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضرة للأديان السموية السلسة كما وجه أن يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سنت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها وكذا تعظيم الاستفادة من المقاومات السياحية بها أثريا وبيئيا ودينيا وسشفائيا بالإضافة إلى الارتقاء بكافة المباني والمرافق المتواجدة بها كما وجه الرئيس بتوفير كافة الخدمات لزوار هذا المكان المتفرد على مستوى العالم مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للمكان وكذلك مراعاة اعتبارات التنمية المستدامة من خلال دراسة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة إلى جارب الاهتمام بالزراعات والمسطحات الخضراء والتنسيخ الحضرية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض كافة المكونات المخطط تطويرها في إطار مشروع التجل الأعظم بما فيها إنشاء مركز جديد للزوار ونزل بيئي وفندق جبلي متكامل ومجمع إداري جديد وكذلك تطوير المنطقة البدوية والوحدات السكانية ومصارات المشا ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق وأعمال الوقاية من السيول فضلا عن إنشاء ساحة السلام لإقامة الاحتفالات والأنشطة والعروض المتنوعة كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في بدء إنشاء المحور المخترح في منطقة القطى بمنشأة القناطر التي شهدت مؤخرا حادث سقوط سيارة بها عدد من الركاب في نهر النيل فرع رشيد وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل تسهيل حركة ترقل المواطنين وسعيا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث جاء ذلك خلال اجتماع مع الفريق كامل الوزير وزير النخل لاستعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا على مستوى الجمهورية من جانبها أشار وزير النخل إلى تشكيل لجنة تضم عدد من المهندسين المتخصصين لاستطلاع موقع المحور الجديد في منطقة القطى بمنشأة القناطر كما قدم وزير النخل خلال الاجتماع ولخصا حول الموقف التنفيذي الحالية لمشروعات محاور النيل التي يتم إقامتها على مستوى الجمهورية وكذا مشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل وتطوير الطريق الدائرية نفاء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية أربعة ألاف جنيه على جميع العقارات مهما بلغت القيمة مؤكدا أن المنشور المتداول مزيف ولم يصدر من جهة الرسمية من جانبها قالت وزارة المالية إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة على العقود التي تمت قبل التاسع عشر من مايو 2013 بحيث يدفعها البايع على خير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية بحد أخصى أربعة ألاف جنيه ودون غرامات تأخير بينما يستمر العمل بدريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة العقار اعتبر من التاسع عشر من مايو 2013 دون أي تغيير عليها سواء كان هذا التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء سواء كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشات أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة ساكنية منه أو غير ذلك أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء المسح السمعي لمليونين واربعمائة وسبعة وستين ألفا وخمسمائة وسبعة أطفال من حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديث الولادة وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تحويل 144.364 طفلا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدية وذلك بعد إسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة مضيفا أنه تم تحويل 13.657 طفلا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات وملاكز الحالة والبالغ عددها 30 مركزا على مستوى الجمهورية وذلك للتقييم الأكثر دقة وبدء الإعلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن أو تحويل الطفل لإجراء عملية الزراعة القوقعة لمن تستدعي حالته يلتقي في التأسعة مساء اليوم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرو الحاليا وحتى السادس من فبراير المقبل كان المنتخب المصري قد خسر أول لقاءاته بالمجموعة أمام المنتخب النيجري بهدف دون مقابل بينما تعادل منتخب غينيا بيساو أمام نظره السوداني في منافسات نفس المجموعة